السلام عليكم ورحمة الله نتمنى ان هذا الفيديو يلاقيكم في صيحة جيدة ومرحبا بكم على القناة امريما اليوم سوف نشارك معكم من المعسلات الرمضانية بطريقة جيدة سهلة ومبساطة كي يجول دادين بزاف ومقرمشين خليكم معي الى نهاية الفيديو نشوفه المقادر وطريقة وكيفية التحضير في المقادر عندي هنا 600 جرام ديال اللوز قسمته على نصفين 300 جرام قليته في الزيت و300 جرام خليته هكاك كما قشرته خليته هكاك واللوز تقدروا على حسب الكيمياء اللي بغيت انتوما انا استعملت المقادر اللي غانا يعطيكم دابة ديال 600 جرام ديال اللوز وعندي هنا يا 200 جرام ديال سكر جلاسي وزبدة مدابة معلقة كبيرة ديال القرفة وتقريبا 3 الملاعق كبار ديال المزهر بالنسبة للسكر انا نقصت لانا ما زالك غادين عسلوها في العسل كي يكون حلو كنخلطو اللوز مع بعدياتهم اللي قليته واللي خليته هكاك من بعد كنخلطوه وتقدروا اللوز مع الكوكاو تخلطوه هكاك بريوات زوينه بزر غادين نحصلو على بحال هكا اللوز اللي غادين نتحنوه نخليو واحد شوية بحالي لمهير مش اشتركوا في القناة بالنسبة للوز دائماً نصف قليوه والنصف خليوه هكك باش ما تجيكمش قاسحة إلا قليته كامل كهاتي البريوات قاسحة بزاف كامل من بعد ما طحنت اللوز اللي عندي كامل غادي نضيف عليه دابة 200 جرام ديال السكر غلاسي إلا ما متوفرش عندكم السكر غلاسي ستعمل السكر سانيدة عادي وطحنوه مع اللوز غادي نخلط ونضيف عليه دابة نضيف عليه من بعد القرفة كذلك بالنسبة للقرفة إلا ما بغيتش تديره معلقة كاملة كبيرة يعني إلا كتجيكم بزاف تقدروا تنقصه هناك ميزانكم وما زهر عندنا ملعقتين كبيرتين ونص يعني تقريباً ثلاثة الملاعق كبار والمسكة الحرة إلا بغيتو تضيفوها في البريوة ديال لوز رحتها بالمسكة الحرة كتجي بنينة بزاف غادي نجمعها بالزبدة مدابة ما كنضيف هجم الرواحدة كنضيف شوية بشوية وغادي نعجن ونتحكم في العجين غير غادي تجمع غادي نحس باللي العجين راكي تجمع صافي غادي نحبس الزبدة بحال هاكا كيتكور يعني كتجمع صافي نحبس الزبدة وكنحص على العجين بحال هاكا ونشكلهم كوائرات نفس الحاجم إلا بغيتو تضيرو البريوات ديالكم صغار ديرو كوائرات صغار ديروهم كبار ديرو كبار مهم الحاجم اللي بغيتو أنتو ما أنا استعملت هذا الحاجم هذا وبالنسبة لورقة البسطيلة استعملت هادي اللي كنشروها من جميع من ليدل وكنقسمها كنقطعها طويلة على حساب البريوات على حساب الكوريات اللي درت كناخد واحد الكورية وكنعبر بيها كيفاش غادي معاو كنقطع سوف كناخد العبار على الورقة اللي بقتلية كاملة كناخد العبار باش يجي لي عباره واحد وتجيني البريوات شكل ديالهم واحد مايجيش وحدة كبيرة وحدة صغيرة نفس طريقة غير نقطع وكنهز العبار على الاخرين باش نحصل على الورقة عبار واحد من بعد ما كملت التقطاع ديال الورقة غادي نقنخلي غير اللي غادي نحتاجه والباقي غادي نحتفظ عليه فتلاجة شوية بشيو غادي نجبت غير شوية بشوية باش الورقة ما تضيعش ما تبسش كندهنهم بشوية ديال زبدة بحال هاكا انا صراحة غير هادو اللي دهنت بزبدة اما الاخرين مدهنتهمش لانا لقيت الورقة مزيانة ماك اه من الاحسان اناني مدهنهاش سوف نحطو بحال هاكا الكوريات وغادي نطويوهم دابا كنهزو القنت وكنحتفظو دائما على واحد القنت مجيهو الاخرى باش نحصلو على متلات بحال هاكا كما تشوفو معايا وكنتدوروها على الجنب الاخر ثم على الجنب الاخر وهكذا حتى كنسالو ودائما كنحاولو نحتفظو على القنت باش نحصلو على المتلات وفي الاخر قبل ما ننسدوها كندهنوها بالزيت ولا دقيق والما وكنسدوهم باش مايتحلوش سافي وكنحصلو على شكل متلات كنحط كورية وحدة بحال هاكا وكنطوي عليها جيهة من جيهة من بيت كنشكلها بحال هاكا نقلبها على اليمن ثم على اليصير ثم على اليمن وهكذا حتى كنحصلو على متلات كما كتلكم بالنسبة لهاد الورقة ما تحتاجوش انكم ندهنوها بالزيت انا دهنتهم بالول هاد القطاع هادو من بعد الاخرين ما دهنتهم شكنطويهم فقط الطرف الاخير اللي كندهنهم وكنسدهم سافيك نسدهم كمين بالزيت اه عفوا بالزبدة المودابا من بعد ما كملت كنحصلو على هاد الاشكال بحال هاكا ودرت الفران يسخون انا غادي نطيبتهم في الفران ما قليتهمش صراحة في الفران كيجيوني كيجبني احسان من الزيت سافيهو سخنت دابا العسل من بعد ما خرجتهم الفران سخنت شوية العسل وغادي نديرهم في العسل نقلبهم على جهتين في العسل عاد كنحيدوهم هادي نجيب شبكات اللي غادي نخلي فيها البريواتي تقدره اللي بغي يقليهم في الزيت يقلومهم في الزيت ولا في الفران اختياري كيجو بحال بحال انما نكن فضل الفران احسن من الزيت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر